خلالك وانا كنت قلت ان لو واحد اللي بيذكر بلسانه بيثاب طب هالغرض من خصة الذكر ان احنا نثاب السؤال ممتاز جدا لانك بتقول على الذكر والثوامل لما بنصلي بنصلي لله سبحانه وتعالى لما بنصوم بنصوم لله سبحانه وتعالى وانت بتصلي ومطلوب منك الخشوع ومطلوب منك انك تجعل هذه الصلاة تنهك عن الفحشاء والمنكر ومطلوب منك ان انت تتم هذه الصلاة على ما كان يفعل سيدنا صلى الله عليه وسلم اصلوا كما رأيتوني وصلي لا تلتفت الى الثواب يعني لا تمن على الله سبحانه وتعالى انك قد صليت وانه اديني بقى رب من صليت لك هو لانه في حقيقة الامر ان الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك الى هذه الصلاة في حقيقة الامر انك اذا شكرت الله سبحانه وتعالى فهو الذي وفقك لهذا الشكر ومن هنا يلزم منه ان تشكره لانه وفقك على هذا الشكر ومش هننتهي ولذلك فنحن في عجز دائم مع حضرة الرب سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الصيغة العجيبة الجميلة فيقول احمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده لانه عندما يوفقني الله سبحانه وتعالى للحمد ويوفقني للذكر ويوفقني للصلاة فان ذلك يحتاج ان اشكره شكرا مزيدا فاتت هذه العبارة على هذا التكوين